خبراء في الفلاحة يتحدثون عن وقع الأمطار الأخيرة أكد خبير في السياسات المائية والفلاحية عبد الرحيم الهندوف أن الأمطار التي شهدتها المملكة يومي الخميس والجمعة لها وقع إيجابي مبرزا في إفادة إعلامية أنها ساهمت في رفع حقينة السدود ولو قليلا وأيضا المياه الجوفية والسطحية وأرضف الخبير قائلا هذا الموسم تراجعت نسبة المساحة المزروعة بالحبوب إلى النصف وخمسون فيلمئة المتبقية نصفها أيضا تتضرر نتيجة الجفاف أما خمسة وعشون فيلمئة الأخرى فهي التي يمكن إنقاذها كما أفاد بأن الزراعات الرابعية والخضروات والعشب هي التي تستفيد من هذه الأمطار وأضاف كذلك جلال كوارمي الخبير الفلاحي بأن الأمطار الأخيرة ستؤثر بالإيجاب على الفرشة المائية وحقينة السدود والأبارة وأيضا الزراعات الرابعية مشيرا إلى أن الفلاحين سيتنفسون السعداء لتوفير العلف لماشيتهم موسيقى